الدوري يقترب من نادي الزمالك يقترب كثيراً ما بحبش دايماً أقول إنه حُسم ونا عارف إنه حركة كمان مش تحب تقول إنه حُسم عشان الكرة لسه أدام لسه في الملعب النتائج فلازم اللعبة كمان تبقى فهمة الكلام ده كويس وكمان المنافسين يسوي الأهل وبرمزين عندهم نفس الإرادة إنه هم يكملوا بس إحنا بنتكلم فيه واقع والواقع بيقول إنه الزمالك اقترب كثيراً بعد يفوزه بالكاس إنه يفوز بالدوري الممتاز وبدأ السؤال عند جمعيه النادي الزمالك ماذا بعد إحنا عملنا موسم ده موسم استثنائي هو ماذا بعد للإصطف الخاص بإقدار تكوره في نادي الزمالك إنما قبل ماذا بعد إحنا الآن يعني إحنا في دلوقتي إحنا فيه أربع مباراة وعلى فكرة كريمة طبيعة شخصية من طبيعة مستر فريرا بلغة الكورة بتاعتنا هو نيكا دي شوي بمعنى يعني يكسب بطولة تاني يوم في تمرين يعني مش هيصة بقى وفرح العمدة وكلام ده لا لا ما عندهش كلام ده نشتغل على طول يعني دايما مثلا جمهورنا لما نكسب بطولة أو نكسب مباراة ديربي أو ده بيقلقنا نخلي بالنا من المباراة الجاية لا هو هو الموضوع عنده شغل واسم عايزي حافظ عليه ونتائج هو جاي وهدف هو عايزي حققه فده عود اللعيبة يعني بعد كل مباراة حتى لما حد بيكلمني خارج يعني النادي يقول لي ونبي يقول لي لعيبة ما تستهلش ما تقول لهم احنا معنا واحد يعني ما بيهزرش يبدأ شغل انا قلتلك قبل ما نخش على الهواء في مباراة الإسماعيلي يجي مشهد عليه في كرة كاية لمحمد الشامي جات في العرضة في الإسماعيلي وكاية كاميرا جات على فريرة على طول بصص بصة لا لا انا ما عاش هو الصامين لا حازم بص البصة تخوف لا هو حازم وصارم وعارف هو بيعمل ايه وهو دايما ليه مقولها شايرا ان ايه ما نفرحش لما البطولات اخلص ودي بيصدرها للعيبة على طول وتلاقي قبل التمرين بتاع اللعيبة بساعتين وخصوصا في المباراة او في البطولات اللي احنا بناخدها بيجي بدري قبل الناس كلها ويقعد في الملعب يعني فده قد انطباع للعيبة ان الموضوع لا ده شغل وبجد وامال ملايين حوالينا فماذا بعد في حاجات ان شاء الله تتعامل طبعا لا انا مش بكلامك على ماذا بعد كمان تحديدا على فكرة مين اللي ينضموا مين اللي ينضموا لا انا ما كقصدش كده انا اقصد انه انت دلوقتي لو كنت معايا من اربع خمس شهور وسألتك ابت اسماعيل تحب مين يمشي من نادي الزمالك كان وارد تقولي نص الفرق تقولي والله ده ما ينفعش يلعب خمس شهورت الزمالك وده ما يلبس شهورت الزمالك دلوقتي ممكن تقولي ولا واحد يمشي من الفرق وعايزين عليهم هو بالنسبة 99 في المئة ده يحسن انه هو عنده طبعا بعد التجربة الكبيرة الرائعة اللي هو عملها وفي دعم من قطاع الناشئين موجود وطبعا بمناسبة قطاع الناشئين بيشكر كل الناس اللي موجودة في خلال التلات اربع سنين اللي فاتوا اللي قدروا يكونوا قاعدة كويسة جدا وقاعدة دي ما كانتش تظهر للأضواء إلا في وجود فرر حقيقي صح بصراحة صح جريء وقلبه ميت يعني يعني انه هو الظروف حطته في موقف لكن كان ممكن اي حد تاني ضحي بالعيبة الكبار ويلعب اقولك بصراحة واجبها من عندنا الاول الاعلام فرر احراجنا كلنا احراج مدربين وإداريين واعلاميين فكرة انه كنا دائما نطلع نقول لا ما اقول قاعدة وزمانا جماعة مشاين فالعب ناشئين عشان يعني لازم يبقى فيه خبرات وبتاع دي بطولات هتلاقي مدرب يجي اشتغل معرفة لي يقولك لا انا هلعب بناشئين واجه اخسر وبقاك يقولك لقابت بناشئين ليه تلاقي إدارات يجي يقولك اشتري بالل 12 و 15 لعب عشان الناس ما تزعلش مني فكلنا كلنا هو غير المفاهيم صح كده يعني حتى بقى فيه سقف دلوقتي جوا النادي وبجت ليه اللي هنشتريه او اللي هيقعد ايوه يعني الموضوع كان السنة اللي فاتت واللي قبلها كان مفتوح قوي 30 مليون 50 مليون بيطلبوا طلبات بقى لان كان فيه لعيبة كان مركز كور فيه لعيبة مركز كور في النادي عمتا في مصر فيه مركز كور لان كانوا بيتعاملوا مع بعض الناس في الميديا وبعض الناس بتاع فاديم اوياهم ومخليها فيه رهبة من اي مدير فني مصري او اجنبي معندوش شخصية ان هو يلاقي يا عم لا احط فلان لا هو معندوش اللي بيغلط معاه مرة واثنين التالتة ما بيلاقيش نفسه يعني دي حقيقة والتوفيق بقى اللي بيجي ان احنا فيه اوقات ان احنا بناخد فيها عنصر اللي هو المبدأ وتخسر هو لا هو خد مبادئ معينة وربنا وفقه وكسب زي ما اسامة لا اسامة نبيه يعني حصل موقفين قبل ما ييجي مستر فريرا مباراة فيوتشار اعتقد وكان مباراة بعدها مش عارف مباراة كسب هو المبارتين هو خد موقف لان فيه ناس اللعيبة اتأخرت ولعيبة مهمة جدا وحطها بره خالص ولعب ناس تانية وكسب المباراة بعد ما كانت خسران اثنين صفر كسب تلاتة اثنين فمهمة جدا كمان ان يبقى لما تاخد المبدأ فيه ربنا اسمه العدل يعني فيه توفيق بيحصل بتكسب فدي اشارة من ربنا سبحانه وتعالى ان انت ايه ماشي صح ولما خسر المباراتين مع طلاقة الجيش ومبي ما حدش كلمه وهو كان ماشي صح فيه الاخر ايه فرق ايه فرق اللبناط وفيه مبارات كتيرة يعني ناتزة مالك ما كانش افضل حاجة بس كان فيه توفيق وقدرنا ان احنا نفوز بتلاتة نقاط فيه تركيز هو مدرب لمجموعة لعيبة مش لنجم ودي نقطة مهمة جدا هو يقدر يدرب مجموعة بس المجموعة دي اللي كان جابها ما كانش في من اختياره مثلاً مجموعة الناشئين اللي كانت موجود مزبوط انما فيما بعد المجموعة اي حد هيخش على الفرقة هيبقى برضو من اختياره الشخص حالك قلتلي انه قلتك مرتاحة الهمية واسبتك تسترسل بس مردودش قطعك فيها ولا تسألهلك فكرة انه الزمالك هيحط بطجت للعبين الجدد والعقود الجديدة او التجديد بطجت طبعا واللي تجرأ او مثلا ايه اللي خلانا اتجرأ ان انا اعمل كده ان انا بقى شفت الناشئين اللي عندي انا خلاص يعني حابب تيجي تلعب في الزمالك وسعيدة بقى هقدر اقولك كده حابب تيجي تلعب في الزمالك اهلا وسهلاك فيه اربعة خمسة في الناشئين تحت نفس المستوى الولاد لسه ملعبوش لسه ملعبوش مستنين فرصة تعرف ان ان انت قاس اتحطه في قفص مستني تفتح له القفص عشان يطير مشايف زميله زميله تقلقه ونجوم في ثلاث ثواني وفي نفس الوقت زميله اللي طلعه دول اللي بخستع منهم او يتدلع منهم مع الراجل يعني يوسف او اي حد لازم مقبر طول ما الراجل ده موجود ان يمشي بنفس المستوى ان هو يبقى يعافر ويتاكل ويموت نفسه هو مش يلعب اساسي كده من بابل الطاح سمع بمجيد اه موجود لا لازم في زي بدايتك تفضل عشر سنين لغاية نهايتك في المستوى يعني لو انا لعب شاب وخدت التواهب وبقيت الناس تقول اسمي وبقيت نجل فخلاص هتدلع شوية لا سمعنا هتدلع شوية حتى لو اي حد من الولاد دول دلع شوية ولقيته برا يبقى الولد السبب اه تفهم على طول تفهم ان هو ما بقاش يتمرن زي الاول هو عادل هو عادل عشان كده اللعيبة بتخاف منه وتحبه يعني وفيه قناعة تامة بيه فيه نقطة مهمة كابتن اسماعيل برضو ودي برضو برضو الشباب او بريرة او مع الكابتن قسامة نبيه طبعا برضو هم اللي جراؤوا في هذا الامر زمان لما كان يبقى عندك لاعب زي طريق حامد لاعب زي محمد ابو جبل حتى اشرب من شرق اللي مشي بشكل محترم جدا طبعا محمد لما يبقى عندك لعبة كبيرة زي دي هتلاقي ضغط جماهيري وهتلاقي النادي نفسه لوحده مش هقول مثلا بيتحايل عليهم بس هيفضل يفوضهم للنهار عشان يكملوا مع الفريق دي حاية دلوقتي قالوا والله اللي عايز يمشي يتفضل وحطينا باجت باجت الإدارة حطت باجت أميره وعدنا ده باجت اللي هنشتغل عليه يعني هو اللي شجعنا في كده طبعا وجود الراجل ومستوى الولاد ومستوى القطاع اللي بعد يعني فيه 2003 العيبة مميزة جدا برضو ان شاء الله يبقى ليها دور في الفترة اللي جاي على حسب احتياجات مستر فريرو على حسب احتياجات النادي والبوزيشوناتي يعني هو الباجت ده كان محسورت من شرية برضو يعني حسب معلوماتي الزمانك كان عنده استعداد يدفع طبعا عندنا استعداد كامل لكن هو ما تكلمش في فلوس يعني المرة اللي فاتت لما جيت مع حضرتك هنا انا تكلمت مع ان هو ما نغش في فلوس هو يعني هو عايز يخرج يعمل تجربة تانية في جو تاني خلاص يعني بالنسبة له قفلت فما تكلمش هو في فلوس وإحنا كان فيه باجت محتوت له والباجت ده اعتقد ان هو كان يتناسب معاه جدا ومعه قريب من الخدو يعني مش نفس المستوى بس يعني حب جمهور زمالك يعوض بالنسبة له الفرق لكن هو من اول يوم قال انا يعني مش هيكمل في مصر مش هيكمل في مصر لا لا طب لو كان ما وفقش في التعاقد مع النادي للتعاقد مع الجزير الامراتي كان يرجع كان يرجع نادي زمالك وكان هلاقي الباب مفتوح كان هلاقي الباب مفتوح طبعا لانه هو كان صريح من البداية وفضل معينا لغاية اخر يوم ما تخلفش يوم ما عملش ان هو مصاب يوم لا هو من اول يوم قعد مع امير وقال له انا الموضوع واحد من ثلاثة انا مش كامل في فاص انا وعايز اه مشي بعد نهاء الكاس وانا يعني ملتزم التزام كامل مع ان ان ممكن كان يمشي في واحد وثلاثين صحيح صحيح يعني عادي زي سي سيلح عافل تليفونه بالزبط ومشي يعني لكن هو محترم فالباب يفضل مفتوحه في اي وقت